خلونا نروح نشوف شو نتفعل الشارع والمواطن العراقي مع استطلاع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين استطلاعنا يقول هل تؤيد استمرار اعتزال الصدر للعمل السياسي؟ أستاذ عماد 52% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون لا لا نؤيد استمرار اعتزال الصدر للعمل السياسي علق لي لكن بإجاز حتى نروح للدكتور يحي الكوبيسي يعني بإجاز نحن نحترم قرار سماحة السيد الصدر قراره اعتزال السياسي اعتزال شرعي لكن هذه القواعد الجماهيرية يجب ان تمثل داخل العملية السياسية طيب دكتور يحي الكوبيسي بسؤال مباشر متى ممكن ان يعود سمحت السيد مقتدى الصدر للعمل السياسي ويكسر هذا الاعتزال سواء كان عقاديا او سياسيا يعني اكرر لا اعتقد ان السيد مقتدى الصدر قد اعتزل السياسية لا عقاديا ولا سياسيا لكن اقول ان السيد مقتدى الصدر ينتظر اللحظة المناسبة التي يعود فيها يعني هو ينتظر المتغيرات يراقب المتغيرات وبالتالي سيعرف اللحظة التي يستطيع العودة من خلالها هل يعول دكتور يحي الكوبيسي هل يعول سمحت سيد مقتدى الصدر على فشل حكومة سيد محمد الشعال السوداني بالتأكيد يعني هو يعني كما قلت هو يعني عندما تقول انه التيار متربص بمعنى هو ينتظر اي متغير سواء كان وبالتأكيد نتحدث عن متغيرات سلبية وليست متغيرات ايجابية هنا وبالتالي هو بالتأكيد ينتظر اول بادرة فشل لدى حكومة السيد محمد الشعال السوداني للانقضاض على الحكومة